السلام عليكم حياكم الله وإياكم في هذا المقطع الجديد طبعا هذا هو الدرس الأول في منصة أبس كايزر منصة قوية جدا وفيها تطبيقات قوية جدا منصة تطرق لها من العرب لأنه ما فهموها قدر الإمكان في هاي المنصة لأنه بعض الشيء معقدة إلى حد ما المنصة وما فيها بتسوي لك تطبيقات احترافية ما بتتوقعها في أي منصة لأنها تطبيقات كلها احترافية جدا جدا لكن شوف هدف ربح المنصة هاي تأخذ 50% من الإعلانات أو أنك تشترك هي مجانية بتعرض إعلاناتك وما في مشكلة لكن تأخذ 50% من الإعلانات تمام مرات ظهور إعلانات 50% إلك و50% للشركة هاي أو أنك تشترك بالخطة المدفوعة تمام راح أترجم الآن الموقع معاكم في منصة أبس كايزر تمام بيقولك إصنع تطبيق خلال خمس دقائق تم تطبيقات قوية عن تجربة يعني زي ما أنت شايف حقك تأخذ ألف دولار فوق شهريا مجاني تماما إلى الأبد ولا توجم رسوم وما إذا لي تمام لا تتطلب مهارات الترميز أكثر من 30 قال في دقيقتين ممتاز برامج تعليمية سهلة ممتاز الآن راح نشوف يعني منصة هي هدفها الربح من وين تربح هذه المنصة المهم مجاني وما فيها خطط مدفوعة ولا يذلك تمام راح أوريكم شغلة الآن ثواني زي ما أنت قاعد بيعلمك أنك تربح الآن نحن نحقق الدخل من خلال مشاركة أرباح شفافة بنسبة 50% على الإعلانات لذلك نحن نربح فقط عندما تربح فنحن مهتمون بنجاحك تمام؟ كالجملة حلوة جدا إذن يأخذ 50% من الأرباح تاعة الإعلانات مفهوم؟ 50% من الأرباح تاعة الإعلانات 50% من الأرباح تاعة الإعلانات 100% إذن إحنا أخذنا فكرة عن الموقع بشكل عام وكيف نفهم موقع في مرصة أبس كايزر تمام؟ زي ما تشايفين في تطبيقات جميلة جدا جدا رح نتطلق إلها فيما بعد في شرعات أخرى اليوم رح نتعلم كيف ننشأ حساب رح نضغط على Create App أو نضغط على كلمة Login تمام؟ رح تقول له إما بتسجل عن طريق الفيسبوك تمام؟ من هون يعني تسجيل دخول من هون يعني تسجيل دخول من هون اشتراك زي ما أنت شايف إما بتحط بريد وكلمة سر بتسوي عليه حساب أو بتسجع عن طريق الجوجل أو فيسبوك تمام؟ أو بتسجع عن طريق جوجل أو فيسبوك مثلا أي إيميل عند إلك تمام؟ أي إيميل إلك وكلمة سر مثلا ساكر 1-2-3-4-5 تمام؟ ساكر 1-2-3-4-5 بنحط تسجيل دخول أو تسجيل زي ما أنت شايف تم صنع لنا الحساب راح تجيك رسالة على البريد بتأكد الحساب تمام؟ راح نشوف محتوى الرسالة عشان نمشي معاكم خطوة بخطوة زي ما أنت شاي بتحط لي تأكيد البريد الإلكتروني تم تأكيد البريد الإلكتروني ترجع الآن على الموقع بتحدث الموقع 100% راح يقول لك إنشأ لي تطبيقك الأول تمام؟ إنشأ لي تطبيقك الأول طبعا هذه المنصة جميلة جدا فيها تطبيقات قوية جدا هي كيف دعا أقول لك تطبيقات بعض الشيء مشهورة وفي تطبيقات جديدة هي المنصة بتعملها لك في قوالب جاهز ما فيك تبدأ بقالب أنت بالدكية تمام؟ هذه المنصة فيها قوالب جاهزة فقط ما فيك تبدأ أنت في منصة أو في تطبيق أنت بالدكية عفوا في تطبيق من الصفر تبني راح تتحكم في صفحة البداية راح تتحكم في كل إشي موجود في التطبيق من اسم الحزمة من التوقيع التطبيق والإصدار وما إلى ذلك تمام؟ حتى من الإعلانات داخل التطبيق راح نتعلم كيف نضيفها مع شركة إعلانية جديدة كليا في هاي المنصة مين معروفة في أي منصة أخرى وشركة مربحة جدا جدا زي ما سمعنا من الأجانب الأجانب يستخدموها شركة مربحة جدا راح نضطر كيف نضيفها في هاي المنصة وكان هذا الدرس الأول إن شاء الله نتظرونا فيه درس آخر وآسف على القطع لأنه هاي موسم الزيتون يعني صدقا من الصبح إلى العصر شغل ما نفضع حتى يعني نسوي أي شيء فأسأل الله العظيم رب العرش عظيم التوفيق لي ولكم وكان هذا الدرس الأول منصة كيف نصنع حساب وكيف مفهومية عن المنصة بشكل عام والمنصة جميل جدا حتى لو تأخذ خمسين بالمية لكن يعني بعض الشركات حتى تأخذ مية بالمية لكن راح تسبب مشاكل وأسأل الله العظيم التوفيق لي ولكم والسلام وخيتام